أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليتي وننتقل إلى نظرية دي بي هوكل هذه النظرية تعتمد على أن الإلكتروليتات القوية تكون دائما تامة التأيون ويعزى الحيود عن السلوك المثالي أي أن الإلكتروليتات القوية ينبغي أن تكون موصلة جيدة لتيار الكهرباء لكن هناك حيود ملاحظة على هذا السلوك ويعزى ذلك إلى عاملين هما الجو الآيوني وتأثير عدة التماثل أو ما يعرف بتأثير الاسترخاء تتلخص هذه النظرية في عدة فروض أولا كل آيون في محلول إلكتروليتي ذي تركيز معين يحاط بعدد من الآيونات المضادة له في الشحنة ويطلق على هذا النظام الجو الآيوني آيونيك أتموسفير ومحصلة شحنة هذا الجو الآيوني مضادة لشحنة الآيون المركزي وينشأ هذا الجو الآيوني نتيجة لوجود قوة تجازب كهروستاتيكية بين الآيونات متضادة الشحنة وقوة تنافر بين الآيونات متشابهة الشحنة هذا الجو الآيوني هو الذي يؤدي إلى حدوث نقص في سرعة الآيونات وبالتالي نقص في التوصيلية ويفسر هذا التأثير على سرعة حركة الآيون بعدة التماثل أو تأثير الاسترخاء طيب لمزيد من الشرح نلاحظ هنا أن هذا هو الجو الآيوني وبينما الآيونات المضادة له في الشحنة تكون محيطة به نلاحظ أن عدد الآيونات السالبة أكبر من الآيونات الموجبة هذا هو الآيون المركزي بالتالي محصلة الجو الآيوني تكون مضادة للآيون المركزي في الشحنة في حالة عدم وجود مجال كهربي نلاحظ أن هناك تماثل أي أن هناك شكل دائري منتظم الآيون المركزي يكون في مركز الجو الآيوني هذا هو الجو الآيوني ونلاحظ أن الشحنات بينهما متضادة بينما إذا تم وجود مجال كهربي أو جهد كهربي خارجي نجد أن الجو الآيوني يفقد تماثله نلاحظ أن الشكل هنا اختلف لماذا؟ لأن كل آيون يذهب إلى القضب المضاد له في الشحنة الآيون المركزي يميل إلى الاتجاه نحو القضب السالب بينما الجو الآيوني بالكامل يميل إلى القضب الموجب بالتالي يحدث تضاد في الحركة يعني الآيونات كل منها يتحرك نحو القضب الملائم وفقا لشحنته الكهربية وذلك بتأثير جهد كهربي خارجي في حين يلزم الجو الآيوني المضاد له في الشحنة بعض الوقت لكي يعدل نفسه والمحصلة النهائية أن حركة الآيونات سوف تقل سرعة الحركة سوف تقل وبالتالي تقل التوصيلية الآيونات أثناء حركتها تقاوم الآيونات أثناء حركتها تواجه مقاومة تنشع عن قوة الاحتكاك بينها وبين الجزئات المزيب وهذه المقاومة تتوقف على سرعة الآيونات وعلى لزوجة المزيب أثناء الحركة يصبح الجو الآيوني في حالة مستمرة من التداعي والتكوين أي أنه يتكون ثم يتداعى يتكون ويتداعى وقد وجد دي بي وهوكل وأوسينجر أن تأثير الجو الآيوني يتوقف على الجزر التربيعي لتركيز المحلول الإلكتروليدي واشتقوا قانون رياضي هذا هو القانون التوصيلية المولارية تصاوي التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ناقص ألفا زايد بيتا ضرب التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ضرب الجزر التربيعي للتركيز حيث أن ألفا زايد بيتا ضرب التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي تسمى بميل أوسينجر لأن هذه العلاقة بالكامل هي عبارة عن علاقة خط مستقيم ما هي ألفا وبيتا؟ ألفا تعرف بأنها هي 82.4 تكسيم دي حيث أن دي هو السابت العزل ضرب تي درجة الحرارة المطلقة الكل والسنص ضرب رو حيث رو هي اللزوجة بينما بيتا هي 8.2 ضرب 10 و5 تكسيم دي ضرب تي الكل و3 على 2 إذا خففنا المحلول الإلكتروليتي سوف تبتعد الطبع الآيونات عن بعضها البعض وقوة تجازب تقل بين الآيونات متضادة الشحنة نتيجة ابتعادها ونتيجة الوجود مسافات بينها بذلك تتداعى الأجواء الآيونية وتنعدم قوة تجازب تماما وعندما يكون المحلول مخففا بدرجة كافية أي أن التخفيف يكون كبيرا والآيونات تصبح حرة الحركة بالتالي فإن الزيادة في درجة التوصيل الإلكتروليتي تزيد بدرجة التخفيف ويرجع السبب إلى أن الأيونات سوف تزداد سرعتها بذلك ننتهي من مقرر الكيميا الكهربية كم 233 ونلتقي في مقررات أخرى